هو ممعزود، هو في لب الموضوع وفي جوهر الموضوع وفي اهتمام كل العالم وخاصة الدول المحيطة الأقليمي للعراق قبل أن أتحدث عن إجابة السؤالك، لاحظت ضيفك الكريم كان يتحدث حول موضوع الاحتياطيات وقيمة العملة تقاس بالاحتياطيات، نعم الاحتياطي هو واحد من دوافع أو من عوامل رفع قيمة العملة العراقية لكن أين هي الاحتياطيات؟ الاحتياطيات مدعا في الفدرالي الأمريكي إذا كانت نقدا وإذا كانت ذهب ولهذا الاحتياطي، الدينار نعم قوي كل شي قوي لكن شن الفائدة من عنده إذا ما نقدر نصرف به لكن بطلب حكومي، اليوم احتياطيات لا لا لا، ليس بطلب حكومي 38 مليار دولار أمريكي محجوزة في الفدرال منذ عام 2003 ولحد الآن لا نستطيع أن نحركها لماذا؟ لماذا؟ لأنه يطون عليها فوائد أقل من 1% وبالإدعاء أن هذه الأموال فيما إذا صرفت إلى العراق سوف تستحوذ عليها الدائمين نعم ولذلك هم محتفظين بها وهذا كلام غير دقيق بعدين الملاحظة المهمة أن هذه المبالغ كلها المدعف الفدرال الأمريكي لم نحقن أن نصرف بها إلا بموافقة البنك الفدرالي بعد أن نقدم العوامل الحقيقية لهذه التحويلات سيد موعين الكاظمي كان ضيفي في حلقتين سابقة وذكر أيضا أن هذه المبالغ التي مودعة الآن في البنك الفدرالي هي بطلب رسمي من الحكومات السابقة والسبب ذريعة كانت وعدم حصول عليها من قبل الدائمين لا لا هي ومو بطلب لأن احنا من طالبنا بها في الأزمة اللي تحدث عنها ضيفي في الكريم قبل شوية وقال إحنا نحتاج أن ندايا واضطرت الحكومة أنه ترفع قيمة الدينار العراقي حتى نتعوف عن مستحقاته هو صحيح كنا نعاني من أزمة مالية وكنا غير مستعدين إلى إيفاء بالتزامات للمنظفين ونتفع لهم رواتبهم ولذلك صار القرار يعني توقيت لا أكثر ليس له علاقة بهذا الموضوع لأنه قرار خفض قيمة الدينار العراقي وأنا أكد على خفض قيمة الدينار العراقي وليس رفع قيمة الدولار الأمريكي صار بسبب أحادية الريع النفطي اللي احنا نعتمد عليه أحادية الاقتصاد العراقي بواسطة الريع النفطي يعني ليس من المعقول احنا خلال عشرين سنة الريع النفطي هو الوحيد اللي يمول الموازنة احنا إذا تذكرين سيد وزير المالية اللي استقال سيد علي علاوي وضع خارطة طريق اسمها الورقة البيضاء وعلى ضوء الورقة البيضاء بالضبط مباشرة أطلقت موضوع ترفع قيمة أو خفض قيمة الدينار العراقي من 1118 إلى 1450 والنمر الليويات سرعة 47 هذه الموضوعات طبعا رفعت إلى المجلس الوزراء ومجلس الوزراء ووافق عليها ورفعت إلى البرلمان والبرلمان ووقف موافق عليها هذه القاعدة عندما قررت في وقتها كان المفروض أن يعمل بنتائجها الأخرى الورقة البيضاء لم تكن تحتوي على فقرة واحدة هو رفع قيمة الدينار العراقي وأنا واحد من الأشخاص اللي وقفت ضدها وتحديت هذا الموضوع وفي اجتماع معروف في اجتماع مجلس الأمن القومي في الدارة الاقتصادية ومجلس الأمن القومي واطلقت رأيتي بهذا الموضوع في حينهم لكن هل يا ترى أنه هذه الورقة البيضاء أو على أقل نقول عوفك من الورقة البيضاء المبررات اللي دعت